اجراءات وآليات عقد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 تحت شعار امتحانك مستقبلك صحتك مستقبل مصر ويتم تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية الإكلينيكية وتشمل الآليات والإجراءات الوقائية أعداد الجداول تجهيز قاعات الامتحان أعلان الطلاب بالجداول الإجراءات الوقائية للطالب المراقب عضو الكنترول المصحح الكلية الكنترول قاعات التصحيح أعداد الجداول يتم أعداد الجداول بكل كلية ويراعى أن تكون الجداول على فترة واحدة قدر الإمكان وفي حالة وجود فترتين يراعى التركفاص الزمني ساعتين على الأقل بين الفترتين لإجراء التعقيم يراعى تنصيق الجداول مركزيا بواسطة الجامعة بما يضمن صيولة حركة الطلاب في الدخول والخروج من الحرم الجامعي أعلان الطلاب بالجداول يتم أعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الحرم الجامعي يشمل الأعلان توزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة يتضمن الأعلان ضرورة أن يتواجد الطالب قبل موعد الامتحان بساعة واحدة على الأقل تجهيز قاعات الامتحانات تضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بيلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات يراعى ترك واحد ونصف متر على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه يتم تطهير القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية تجهيز المباني يراعى وضع علامات ارشادية واضحة للطلاب لإرشادهم لمقار لجان عقد الانتحانات يتم توفير عدد كافي من بوابات التعقيم الإلكترونية المجهزة بأجهزة قياس حرارة الطالب يتم تجهيز لجنة خاصة للطلاب الذين يثبت ارتفاع حرارتهم ويراعى تجهيزات أعلى لأدوات الحماية الشخصية قناع وجه قفاز ومسافات أكبر للتباعد بين الطلاب مسافة 2 متر يتم توفير مطهرات الأجدي في الأماكن العامة دورات المياه مداخل اللجان لجان الامتحان يوزع على كل طالب قناع وجه بسيط عند دخول الامتحان يرتدي المراقبون والسادة أعضاء هي التدريس المتواجدون داخل القاعات قناع وجه وكفاز يوقع الطالب في كشف الحضور بقلمه الخاص يرى عن صراف الطلاب بتسلسل ودون تدافع أو تزاحم يغادر الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحان ولا يسمح بالتجمعات داخل الحرم أعمال الكنترول يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول ويحضر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة يرتدي كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه والكفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول تتوفر مطاهرات الأيدي داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح يتم الاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس يتم أعداد جداول للتصحيح لتجنب تجدس السادة المصححين داخل قاعات التصحيح يتم توفير قاعات تصحيح إضافية يرعى فيها وجود مسافة واحد ونصف متر بين المصحح والمصحح المجاور ويرتدي السادة المصححون أقنعة الوجه والكفازات يوصى بالتوسع في اختبارات التصحيح الإلكتروني ثانياً الامتحانات العملية وفي إجراء الامتحانات العملية يرعى تطبيق نفس الإجراءات الوقائية لإجراء الامتحانات داخل المعامل ثالثاً الامتحانات الإكلينيكية يتم إجراء تدريب عملي وإكلينيكي مكثف للطلاب بعد انتهاء تعليق الدراسة لفترات تحددها مجالس الكليات يجوز تأجيل الامتحانات العملية والإكلينيكية والتي كان من المقرر عقدها أثناء العام الدراسي لتتزامن مع الامتحانات النهائية يتم إجراء الامتحانات الإكلينيكية باستخدام معامل المهارات ونماذج المحاكاة وممثل الأدوار ويتم تجنب إجراء الامتحانات الإكلينيكية على مرضى حقيقي كلما أمكن ذلك تطبق كافة الإجراءات على طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والوافدين مع الأخذ في الاعتبار للطلاب الوافدين أن يتم النظر في أوضاعهم كل بحالته حال تعرضهم لظروف خارج إرادتهم تمنعهم من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة ويكون ذلك تبقى لقرارات مجلس الجامعة وتهدف تلك الإجراءات للحفاظ على سلامة منتسبي الجامعة والحفاظ على مصالحهم وتيسير آدائهم لعملهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر